مملكة البحرين مملكة البحرين مملكة البحرين المطورة من أجل تطبيق نظام المسار الموحد الذي يسهم في ضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة والمساواة في المكانة لجميع المؤهلات ويمكنهم من الحصول على وقت أوفر لزيادة الجرعات الأكاديمية ولصقل المهارات العملية وذلك لحصولهم على تدريب دي جودة عالية في مواقع التدريب وفي السياق نفسه قامت الوزارة بفتح تخصصات جديدة في التعليم الفني والمهني من أجل توسيع الخيارات أمام الطلبة للانتحاق بتخصصات مهمة يحتاجها سوق العمل كاستحداث تخصص صيانة وتقنيات الحاسوب وتخصص البيع بالتجزئة واللوجستيك واستحداث تخصص محركات الديزل وذلك لمواكبة احتياجات سوق العمل المختلفة وشهد التعليم الفني إقبالا كبيرا من الطالبات خلال السنوات الماضية بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بفتح تخصصات فنية توائم احتياجات سوق العمل وتناسب الفتيات ومنها تخصص صيانة الأجهزة الطبية وصيانة الهاتف النقال وصيانة الأجهزة المكتبية إلى جانب تصميم الأزياء وإنتاجها والتصميم الداخلي والتصميم الصوري وحرصا على إنتاج مخرجات تعليمية تمتلك الكفايات المهنية المطلوبة لسوق العمل استحدثت الوزارة برنامجا صيفيا لطلبة التعليم الفني المطور لرفع المستوى المهاري لأولئك الطلبة وتندرج هذه الخطوة وغيرها ضمن المجهود الكبير والسعي المتواصل لوزارة التربية والتعليم لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني باعتباره مؤثرا مهما في عجلة التنمية الاقتصادية المحلية والعالمية